وأعد الله حل ما فيكنك الكلمة يقولها يستشد فيها بموقف ماذا تشوف أن الشخص الذي قدامك أنه مؤهل للنقد وماذا تشوف أنه يستاهل أنك ترد عليه إذا انتقدك مع الموضوع نوم هو أي نقد يجيكم أعد الله حتى لو أنا بيجيكم بانتقدك بترد عليه واحد ينتقدك لا ما هو قصة أنك ترد أنا ما أشوف إن فيه شي اسمه شخص مؤهل للنقد وجهة نظري أنا كيف؟ لا فيها دقل الله إله إلا الله، بالحقيقة أنا أتكلم حتى بالإيّ أنا أتكلمك عن الحياة، أرى الحياة بشكل عام، أنا ماتكلم، دخل ذاير هذه معي، فلان ترك مؤهر أنك تنقض الناس لا يا عبد الله، ممكن كذا أنك تنقض، أنك تنقض أنك تنقضني يعني اي، مثلا أنا أجيب أولا عبد الله مثلا لا، هو قصد أن... لا لا، ما قصده كذا، أنه هو يتنقضك يا ولد ايه، ايه، موهر للنقد كله قصدك أن الناس كل الناس معرض للنقض نعم، 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 سوا ما يقصد كذا ايه بس انا اقصد في مجال معين متى اشترى الشخص انه ينقدرها انا قاعد اقولك متى اشترى الشخص انه معه النقد انك ترد عليه انت من نفسك تقدر تحدد هذا ارد عليه او ما ارد عليه هذا تجاهله او ما تجاهله على حسب هذا يستهل اني ابرره يسفهم سؤال لا لا في امور ارد عليها انقصك انت يا عبدالله ولا انقصك يا ركا صح انك تسكت بتلجمه بسكوتك ذا هو ينتهي وعنده مثل قبر القديم يقول اسفاني قطع المسرع والله فعل الحقران يقطع المسرع اوه الحقران ايه حقران طيب انا اقولك فيه مواضيع ان ردت عليها انا قسرت اتكلم بالصامت انت انا ما ادعي عنكم اليوم انا قلت ايه ظهر اني صرت منقل تقدر تهارج تقدر تلجم وسكوتك يمكن يلجمك والأول سكوت في بعض اوار احيان اخضر من الرد انها بعض اوار اردود توجع الشخص والله يافير يجي لانهم اثبتوا نفسهم صمت يا راكان صل على العزيان والله العزي طيب انتبه احيان شوف مهابة شوف انا اقدر اجيبك اربعين الف مليون استشهاد الحام سعد رسيدة الرحمة يقول لا التواضع لوضي يضي قدرك هذا مدخب والصمت مو دايم حكوه وعمر بخطر وضع عنه يقول اذا ضربته في اوجه النبي صلى الله عليه وسلم اوذي مو نقد اوذي ولكن كانت ردودة بساعة سلم موجودة وموثوقة حتى في معارك اللي خاضة وفتح الاسلام ولا وقف هاي ترى كام من الردود كام من الردود ولا كان ياخذ في حق له متلاعب بس شوف انت صعب انك تأخذ موضع الصمت بتجلي تقابلني تقول انت ما فيك خير يقول لك انت حرامي انت ضربت خويق لا انا شوف انا اللي بيعديه وش هو انت يجيني تقول يا عبدالله الروقي شيء اليوم في الريالتي شيء الحقك عبدالله الروقي اليوم نجح النار في الريالتي تقيل بس وقفين 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 ليش شيء الحقك انا اقول لك انا بعلمك انا لدي لها جواب مثلا جيتك انا عبدالله وقلتلك انت تشوف انك مؤدي و جيتك عبدالله قلتلك هذا سؤال بسيط بس شا نستشد بيه جيتك عبدالله قلتلك انت اليوم بالريالتي ماش ما عندك شيء انت صفر عشي ما قلتك ماشي يقول يعني لا لا بابيلك انا اقولك هذي النقطة مع نقاط كثيرة هذي اسكت عليها ايه ما هو بشرط انها ايه هذي اسكت عليها انت اليوم اداك في القصيدتك اللي قلتها اليوم ما هم من قصيدك الطيبة ايه شيء للليل حقك حقك كثير حقك بس انت بتجيني تقول لي انت يا ركان ترمهاي تشاهد نفسك على اخياتك طيب وتروك وتسكت وقابلك في الخنقر وبولها وقابلك عند مطبخ وبولها وقابلك كل لا لا هنا تنطبق مقولة اذا وربتها فوجع نعم صح على الشخص اللي مثل كذا حربتها فوجع ولا تخليها بينك وبينها خلاص خلها امام الملأ نعم مثل نوعية هالي خلها امام الملأ انا اليوم شهر اليوم شهر قلوا لي انت الوزير انت داخل المستثمر انت مرس الناس فالمستثمر يزاودون على اخياتهم سكت انا عارف عبدالله بس انا ببين حتى الي برا اني همني ترى شعور الناس يتشمع مرة مرتين ثلاثة اربعة ما عندك مشكلة هذي تطوفة بس وصلاة الخامسة والريجي المؤمنين ايمان كلي ومطلق اني انا مرسل انا ارسل مين انا في بيتنا انا ارسل عيالي ارسل هذا كلام فاضي يا ولد انت مرسل وانت عامل معلم وزير على اخياتك وما ديش الوان طلعت معهم الفارح طلوع انا والله لو دريت اني بيشير كده ولا ما طلعت لكن قلت اجيل انا مالي غاليت مع اخيات العيال هم العيال هم اللي بيينونا الصور اكثر اما ما بيينها ان اخوانك ما يحسر قالوا لي خطارهم وجملهم وجملني خلاص فالحين ما حد لحك جولاه الكلام فهو على كلامك كثير امور تقدر تسكت عنك كثير ولازم تسكت عنها سواء في اعلام ولا في غير اعلام حتى في حياتك الشخصية لازم بس في نقاط لا خلاص لازم هذه تفصلها تبينها لانشوف وانت عرف مني والشباب بحتي يعرفون الامرات كل ما الناس قامت تنجحك في امر ما وتعطيك وتسكت والله مني صادق تظن انك مسكين ولا عندك سالفة وانك متلبس التهمة اللي جاتك انا اولا قال ان قصيدة انت فيه صمت البريء يدخل في متاهة نعم نعم انت البريء اذا كنت انت بريء وعندك دليل وما بيين دليلك خلاص انت متهمة لا تحرج تذكرتني الحكمة اللي تقولوش شو؟ حتى يثبت عكس ذلك ايش؟ الناس طيبون الى ان يثبت عكس ذلك مالك لوه؟ لا كل الناس جيدين الى ان يثبت عكس ذلك الا انت غير ذلك شيء لا هي مهبكة انت جيد الى اه ان قربتها يرجال حقب حذبتها وطيرتني الى حين بعد من شيء ذاني انا كان بقول شيء وش الناس جيدون عبدالله يفتح لي افاق كثيرة عبدالله انا من الاشخاص اسلم ايه؟ انت متقول النقد انا اسمع سئلتكم انت قلوا شوي سؤال كده مخاب ظني يعني مثلا هل كل نقد تستحبونك ترد عليه صح ولا لا؟ هذا كان سؤال انا شوف على حسب الاشخاص انا هذور بعد انا مثلا شخص غالي عندي شخص اه انا تتكلم عن الاعلام لا اشوف الاعلام انا بقولك حاجة الاعلام لا بد انك تكسر بشت كاس المر لا بد انك تدوقه في الاعلام صحيح حتى في الحياة العامة حتى في الحياة العامة كيف حاجة في سلبي وجهل على النبي انا انا ارفع ترا قاهرني ما شوني قربت كده بس معنا سوف يا راكان اسمعني راكان شيدا يا حبيبي اعطوا انت شو اسمك اليوم صدق انا انا بحاسبك شوية على حاجة تسويك شوية طيب اعطوا احمد عوض اعطوا احمد عوض اريك استحب البطاطين انا معلمك الحين يعني في حتي اخي يقولك بعضهم يقول لو حبني واحد لا غرابة لو كراهني يواجد لا غرابة الرسول اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الخواجه كفره صح والخطر يعني هو ما سلم من الكلام انا اقولك عشان كذا حط القناع عبر اسك وين وين سيف ابا جيب الغداء خلي الغداء عشرين دقيق انا حكي لنا حتى نجوها بعد بس عشان في شي ثاني بعد نبي نسويه شكرا يا شكرا يا شكرا لا هنسي يعني انت حط الفكرة هذه براسك صدقني حتى لو تشوف نقط النقط لازم تسمعك سواء لو انت فيك نجاح او ما نجاح ما راح احد ينقذ اخذها قاعدة وحط الكلام هذا براسك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما سلم من النقط والله انك رح ترتاح داخليا حاو انك تقنع نفس الداخلية فالامور طيبة انا انا لديك كلام مواجد بس انك توقع من نوم لا انت بعرف كيف توصل انا حاس كذا انتم حاسين مدرية ايه ايه والله فيه واجب راكان فيه انا جوالك معك وياه كده انها مرتك في الواتشاب واتشاب طيب دائم هذي يجيبها يقولي اشتفي